موسيقى مرحبا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة نطالع في أهم وأبرز ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة كل يوم نبدأ الجولة من أكثر الأخبار تداولا جاء في موقع مصدر أونلاين نقيب الصحفيين اليمنيين يفوز بعضوية الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب قالت التفاصيل فاز نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي بعضوية الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المكونة من 15 عضوا في انتخابات الاتحاد التي عقدت في تونس وفي الانتخابات الحرة والمباشرة فاز المسعودي بالإجماع حيث حصل على ثمانين صوتا من أصل واحد وثمانين صوتا فيما ألغيت بطاقة واحدة ويفيد الموقع؟ يفيد بأنه الانتخابات للاتحاد العام للصحفيين العرب تعقد كل أربع سنوات ويضم في عضويته تسعة عشر نقابة من كافة الدول العربية وستنتخب الأمانة العامة رئيسا للاتحاد وأمينا عاما ونوابا وأمناء مساعدين من عنوين الموقع التي جاءت أيضا وزير الكهرباء يقول الإمارات ستقدم المساعدة لسد عجز كهرباء عدن قبل شهر رمضان في ذات الشأن محافظ عدن يدعو المحتجين الغاضبين على انقطاع الكهرباء الابتعاد عن العنف وأعمال الشغب إلى أبرز عنوان تصدر موقع الموقع جاء فيه في عيد الوحدة كارمان هنأت وسياسيون ونشطاء عبروا بطريقتهم قالت التفاصيل حظيت الذكرى السادسة والعشرون للوحدة اليمنية والتي تصادف اليوم 22 من مايو بردود أفعال قوية في أوساط السياسيين والناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي يتابع الموقع الحائزة على جائزة نوبل للسلام توقل كارمان هنأت الشعب اليمني بهذه المناسبة وتمنت للشعب اليمني النصر والاستقرار أضافت كارمان برغم كل حالات الغادر التي تعرضت لها الوحدة اليمنية فستبقى الحدث العربي المشرف في التاريخ المعاصر وستظل الجمهورية اليمنية الديمقراطية الحديثة غاية كل اليمنيين ومنتهى أمالهم عنوان الموقع من محافظة مأرب جرحى من أفراد الجيش والمقاومة بقصف للميليشيا على مواقعهم غرب المحافظة من الجوف الحوثيون يحاصرون منطقة بأسرها للمطالبة بتسليم الطفل قام بمسح شعار الصرخة وقالت التفاصيل إن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح هاجمت منطقة السليل في مدرية الزاهر غرب محافظة الجوف وقامت بمحاصرة منازل المواطنين بقبيلة القرشي وأوضحت المصادر أن الميليشيا داهمت المنطقة بعشرات العناصر على متن عدة أطقم عسكرية وفرضت طوقا أمنيا على منازل المواطنين على خلفية قيام أحد الأطفال بمسح شعار الحركة الحوثية من على جدران منزل أسراته ولفتت المصادر إلى أن التوتر ناشب بين ميليشيا الحوثي وقبيلة القرشي بعد رفض الأخيرة تسليم الطفل في حين تصر الميليشيا على القبض عليه هل من مخرج للمشكلة اليمنية؟ تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقالاً ونشره في موقع الموقع قال الكاتب تدخل المسألة اليمنية فضاء مزدوجاً في قابلياته فمن جهة يمكن الحديث عن أزمة تعيد إنتاج خرائبها بوتائر متصاعدة وبالمقابل يمكن الحديث عن قابليات واسعة لحلول سياسية حكيمة في الحالة الأولى نحن إزاء ثقافة أمراء الحرب الذين كانوا وما زالوا يستبرئون الإدارة بالأزمة ولا يستطيعون مغادرة مألوف عاداتهم من جهة أخرى تنبري أمام المراقبين الحصيفين قابليات واسعة لإعادة الشرعية اليمنية بكيفية تتناسب مع الحقائق الموضوعية على الأرض وهي حقائق تستمد حضورها الفاعل من خلال المكونات السياسية والاجتماعية ذات الصلة بالماضي والحاضر معاً فمن الحمقة السياسية التعامل مع هذه الحقائق بمنطق الاستبعاد الإجرائي والمصادرة والإلغاء ينطبق هذا الأمر على كل فرقاء قوة والمال واستلاح من طرفي الصراع الماثل ومن هنا كنا وما زلنا نكرر القول إن المشهد اليمني لا ينبغي قراءته من خلال الثنائية النمطية الإعلامية الماثلة والمحددة سياقاً بالشرعية مقابل التمرد بل قراءة المشهد من خلال التعدد في كل طرف والتقاطعات الأفقية التي ترين معنى أن تكون المتناقلة الظاهرة تعبر عن وجهي عملة واحدة فالمصطفون في صف شرعية ليس في ذات المثابة والمصطفون في الطرف المقابل ليس كذلك أيضاً أمام فرقاء الصحة السياسية إمكانية كبرى لتبني جملة من الحلول السياسية الشجاعة والتخل الطوعي عن الإقامة في مألوفات الماضي القريب وبهذا المعنى يمكن شرعانة الشرعية اليمنية عبر عتبة برلمانية انتخابية استباقية تمهد الطريقة لمشاركة أفقية يتم فيها استعاب موثل الأقاليم اليمنية مع الأخذ بعين الاعتبار للمشاركة الجنوبية والشمالية في خصوصيتهما الناجمة عن مرجعية الوحدة الطوعية في عام 1990 والتوافق على حكومة وحدة وطنية لتسيير الأمور نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نشاهدنا إلى موقع يمن مونيتر والذي تابع تطور المفاوضات وعودتها قال العنوان الوفد الحكومي عدنا إلى المشاورات بضمانات مكتوبة من الأمم المتحدة جاء في التفاصيل أعلن وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام المقامة بدولة الكويت فجر اليوم الاثنين أن عودته إلى المشاورات جاءت بعد تلقيه ضمانات دولية مكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وذكر الوفد ذكر الوفد في بلاغ صحفي حصل يمن مونيتر على نسخة منه أن الضمانات هي التي كان قد طالب بها في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتضمنت ست نقاط محددة أشار وفد الحكومة إلى أن عودته للمشاورات أتت أيضا بتوجيهات من الرئيس عبد الرب ومصور هادي بعد جهود قطرية وكويتية وكنتيجة للضمانات التي تلقاها الوفد من الأمم المتحدة والدول الرائعة من عنوين الموقع طلاب اليمن يحلمون بالكهرباء ويطلقون أكثر من ثلاثين اختراعا أملا في عودتها إلى موقع التغيير نتابع العديد من الموضوعات منها مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن يقدم استقالته ويكشف السبب قال الموقع قدم مدير عام مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن المهندس مجيب الشعبي استقالته من منصبه كمدير عام للمؤسسة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي وأرجع الشعب سبب استقالته إلى تخلي الحكومة الشرعية ووزارة الكهرباء عن تقديم الخدمات اللازمة لتحسين الكهرباء في المدينة والتي تشهد انهيارا متسارعا منذ تحرير المدينة قبل حوالي عام ودافع مدير كهرباء عدن عن نفسه وعن الإداريين في المؤسسة من تهمة الفساد وقال من لديه أي توثيقة للإدانة لي أو أي مسؤول في مؤسسة كهرباء عدن في الفساد أو التلاعب بأموال المؤسسة فإنني أعلنها من أمام المحافظ والصحفيين تقديمنا للمساءلة القانونية مبديا تعطفه مع المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات احتجاجية لترد خدمات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة وقال كلنا سنخرج في تظاهرات ضد الحكومة الشرعية حتى تعمل على تلبية مطالب المواطنين في تحسين الكهرباء في عدن إلى موقع نيوز يمن جاء في صدر صفحته الرئيسية العديد من العنوين الحوثيون يحتجزون 11 شاحنة تابعة لمرضى الغسيل الكولوي في تعز نقل الموقع عن مصدر طبي في مستشفى الثورة في تعز أن ميليشيا الحوثي احتجزت شحنة أدوية ومستلزمات طبية تابعة لمركز الفشل الكولوي وقال الدكتور أحمد الدميني رئيس قسم حمضانك إن ميليشيا الحوثي تحتجز 11 شاحنة تابعة لمركز الفشل الكولوي في مستشفى الثورة في تعز كانت محملة بأجهزة ومستلزمات مرضى الفشل الكلوي وأضافت دميني الشحنة كانت قديمة من ميناء الحديدة قام الحوثيون وأتباعهم باحتجازها ونقلها لمدينة الصالح ويرفضون الإفراج عن الشحنة وقال أيضا في مناشدة للمنظمات الدولية مستشفى الثورة يحمل الميليشيات مسئولية تتوقف مركز الغسيل الكلوي وتدهور حالات المرضى للفشل الكلوي وندعو المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية التدخل والضغط عليهم للإفراج عن الأجهزة والأدوية الخاصة بالمركز وقبل مطالعة ما لدينا من الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم فاصل قصير ونواصل ابقوا معنا مستمرون معكم مشاهدين في كشك الصحافة وضطالع أبرز ما قالته الصحف العربية والبداية من أهم ما كشفت عنه صحيفة الجريدة الكويتية قالت الجريدة الكويت تقترح إشراك عسكريها وجنود عمانيين في مراقبة التهدئة في اليمن قالت الصحيفة أيضا كشف الناطق باسم جماعة أنصار الله رئيس وفدها المفاوض في مشاورات الكويت محمد عبد السلام أن هناك مقترحا كويتيا بتعيين مستشارين عسكريين وجنود من الكويت وعمان في اللجنة العسكرية المشكلة من كل الأطراف والتي تشرف على عملية التهدئة في اليمن قال ناطق الميليشيا للجريدة المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ ألغى جلسة كان مزمعا عقدها في السادسة من مساء أمس لأسباب غير معروفة وتفيد الصحيفة الكويتية كان الرئيس هادي المعترف به دوليا أعلن عودة الوفد الحكومي إلى المشاركة في مشاورات الكويت بعد خمسة أيام من المقاطعة وأجرى اتصالا بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أكد خلاله مواصلة المشاورات وصولا إلى الحل التوافقي الذي يحقق لليمن الأمن والاستقرار إلى صحيفة العربي الجديد عنوانت في الشأن السياسي لقاءات الدوحة تمنح الحياة للمشاورات اليمنية وغموض حول الضمانات تقول التفاصيل نجحت الجهود الإقليمية والدولية بإعادة مشاورة السلام اليمنية إلى طاولة الاجتماعات بعد لقاءات حاسمة استضافتها العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت خرج الوفد الحكومي على ضوئها بإعلان العودة للمشاركة في المحادثات بعد ضمانات دولية وإقليمية تتضمن النقاط الست وتثبيت المرجعيات في هذا السياق توضح مصادر يمنية مقربة من الوفد الحكومي المشارك في المشاورات للعرب الجديد وفد الحكومة حصل على ضمانات برسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد تؤكد على الالتزام بالمرجعيات المقرة للمفاوضات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 22-16 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني تشير المصادر إلى ضمانات وتفاصيل لم يكشف الوفد الحكومي عنها جرت تفاهم حولها في الدوحة عبر اللقاء الثلاثي الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد الثاني بالرئيس اليمني عبدربو منصور هادي والأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من عنوين الموقع أيضا المقاومة اليمنية تقطع طرق إمداد استحدثها الإنقلابيون بأريافي تعز إلى صحيفة البيان الإماراتية ولد الشيخ يقول اليمن أقرب إلى السلام من أي وقت مضى حيث نقلت الصحيفة عن المبعوث الأممي إلى اليمن قوله في كلمة له في منتدى الدوحة إن الكويت تشهد مفاوضات يمنية يمنية حاسمة تهدف إلى وضع حد للصراع الدامي الذي حصد أرواح المئات من الأبرياء قال ولد الشيخ المفاوضات تعقدت وتشعبت وتعرقلت عدة مرات لكنها مستمرة بعزم حتى التوصل للحلول المستدامة أضف ولد الشيخ التحديات كثيرة ولكنها ليست مستعصية في حال قرر الأطراف تقديم الضمنات والتنازلات فمشاورات السلام فرصة تاريخية قد لا تتكرر في عنوان آخر للصحيفة الإماراتية مقتلوا 13 إرهابيا في عملية استباقية للشرعية في المكلة حوارات الكويت اليمنية والمصيبة القادمة تحت هذا العنوان كتب محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر مقالا منشورا في العرب الجديد وقال الكاتب للخروج من هذا المأزق وقبل أن تتسارع القوى الضاغطة على الطرف الحكومي ودول التحالف المناصرة للقيادة السياسية الشرعية لابد من تحسين الموقف عسكريا على الأرض لصالح الشرعية ما لن يكون إلا إذا توفرت الإرادة السياسية لقوى التحالف بتقديم الدعم العسكري بكل أنواع السلاح الذي يحقق أهداف التحالف المعلنة عشية بدء عملية عصفة الحزم العسكرية وأهمها استعادة اليمن المختطفي من البغاه أصبحت دبلوماسية التدويخ التي ينتهجها وفد التحالف الثنائي في مفاوضات الكويت مع الوفد الرسمي للحكومة الشرعية مكشوفة لكل متابع للشأن اليمني ويلاحظ المتابع أن سفراء الدول الثمانية عشر وخبراءها الموجودين حول قاعة المؤتمر في الكويت يمارسون الضغوط النفسية والسياسية على وفد الحكومة الشرعية ومطالبتهم بالتحليب الصبر والسؤال لماذا على وفد الحكومة الشرعية وحده أن يتحلى بالصبر ولا يطلب من الباغين على مقدرات الشعب اليمني وكرامته أي مطالب لماذا تنصب كل الضغوط الدولية والخليجية على وفد السلطة الشرعية المعلومات المعلنة أن التحالف ضد الإنقلابيين في اليمن يتكون من أكثر من عشر دول عربية وإسلامية ألا يستطيعون بجبروتهم العسكري وقدرتهم المالية حسم المعارك العسكرية ضد عصابات مسلحة لا رابط لها إلا الكسب المالي والاستيلاء على السلطة أي أن الوطن لا يعني لهم شيئاً ولا يثير الخراب والدمار في كل أرجاء اليمن فيهم ضميرة إلى صحيفة الاتحاد عنوانة بن دغر يتوقع احتواء أزمة كهرباء عدن خلال أيام رئيس الوزراء بن دغر أشار إلى أن الإنقلابيين في صنعاء أوقفوا تحويل الأموال الخاصة بالموازنات التشغيلية للطاقة الكهربائية بشكل نهائي في المحافظات الساحلية في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة أضاف بن دغر مؤسسات إنتاج الطاقة تعاني منذ سنوات طويلة من تدهر متسارع وعدم سيانة وغياب التنمية التي تواكب الحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية قال بن دغر الجهود الحثيثة التي تبديها الحكومة بالتعاون مع السلطة المحلية وأطراف أخرى لابد أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وفي زمن قصير عنوان آخر أمير الكويت وهدي يبحثان تطورات مشاورات السياحة إلى صحيفة الخليج قالت في إحدى عنوينها جماعة الحوثي تنهب وزارة للاحتفاء بمؤسسها نقلت الصحيفة في التفاصيل عن مصدر موثوق عن استحواذ الحوثيين على مبلغ 280 مليون ريال من المخصصات المالية لوزارة الإدارة المحلية لدفع تكاليف المظاهر الاحتفائية غير المسبوقة بحلول ذكرى مصرع مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي وأشارت المصادر إلى أن المبلغ كرس في تنفيذ حملة احتفائية غير مسبوقة كلف بتنفيذها مئات من أتباع وأنصار الجماعة وشمل التصميم وطباعة صور مكثفة متفاوتة المقاسات ومجسمات باهظة في التكلفة لمؤسس الجماعة إلى صحيفة عكاظ السعودية تابعت المفاوضات اليمنية وقالت مشاورات الكويت أمام الفرصة الأخيرة اختراق أم انهيار تقول الصحيفة بعد توقف دام خمسة أيام أنقذت ورقة الضمنات مشاورات الكويت من الانهيار وأعادت الأمل في إمكانية حدوث إنجاز خلال محادثات الجولة المستأنفة أضافت الصحيفة أيضا ووافق وفد الشرعية متسلحا بورقتين الدعم الدولي والرغبة في السلام في إنهاء تعليق مشاركته وبالعودة إلى طاولة التفاوض ووصف رئيس الوفد المفاوض عبد الملك المخلافي عودة وفد الحكومة للحوار بالفرصة الأخيرة وأفصح مصدر مفاوض أفصح لعكاب الحكومة اليمنية حصلت على ضمنات دولية من الأمين العام للأمم المتحدة في الاجتماع الثلاثي مع الرئيس منصور هادي وأمير قطر بان كيمون في عنوان آخر أكد للرئيس هادي على أن هذه الفرصة الأخيرة لن تطول وإذا استمر الإنقلابيون في المماطلة فإن هناك عقوبات قاسية سيتعرضون لها التعليم لا يمكن أن ينتظر تحت هذا العنوان كتب جوردون براون رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير خزاناتها سابقا ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالي مقالا كتبه وأعاد نشره في جريدة كويتية وقالت جوردون تذكر وجه أفقر وأضعف رجل رأيته في حياتك ثم اسأل نفسك ما إذا كانت هذه الخطوة التي تفكرت فيها قد تعود عليه بأي فائدة ينبغي لنا أن نعتبر هذه الكلمات التي جاءت على لسان المهتمغندي في عام 1948 اختبارا لإخلاصنا وتحديا لشعورنا بالرضا عندما يتعلق الأمر بمصير 30 مليون طفل نزحوا من ديارهم بسبب الحروب الأهلية والكوارث الطبيعية الواقع أن عدد الفتيان والفتيات الذين شردتهم الأزمات أصبح أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1945 ومن المرجح أن ينفقوا سنوات عمرهم في سن المدرسة من دول دخول فصل دراسي وأن تتدهور مواهبهم وتظل إمكانتهم غير محررة والآن هناك نحو 75 مليون شاب تعطل تعليمهم بسبب الصراعات والأزمات بيد أن إلحاح هذه القضية والقانون الدولي الذي يقضي بتعليم كل الأطفال النازحين لا يكفي لإلهام العمل الواقع أن الأطفال النازحين أكثر عرضة للتحول إلى أصغر العمال سنًا في المصانع وأصغر العرائس سنًا وأصغر الجنود في الخنادق سنًا وفي غياب الفرصة يصبح الأطفال عرضة لخطر الاستغلال من جانب المتطرفين والتطرف وفي كل عام يجري الاتجار بما يقرب من نصف مليون فتاة الواقع أن مصير هؤلاء المحرومين متصل بشريان حياة ضئيل فعندما تقع الكوارث يدور على مجتمع المانحين في مختلف إلحاء العالم ما لا يمكن وصفه إلا بمسمى وعاء التسول ثم تتولى وكالة اللاجئين والمنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية إدارة التبرعات الطوعية وتساعد اللاجئين ببطولة في شق طريقهم بالاستعانة بالضروريات الأساسية الغداء والماء والمأوى والحماية في مثل هذه الظروف يصبح الحق في التعليم طرفاً لا يمكن تحمل تكاليفه وفي حين يجري تمويل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال مساهمات مقررة تفرد على الدول الأعضاء فلا يوجد ما قد يضمن للملايين من الأطفال النازحين بسبب الأزمات تمويل أي جهة لتعليمهم المدرسي بهذا القدر مشاهدين من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة وحتى ألقاكم فلنتابع سوياً الفرش السياسية ماذا رسمت اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة